بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 267 ويُحِبُّون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة يُحِبُّون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولَّونهم يحبونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يَوْمَ غَدِيرِ خُمْ أُذَكِّرُكُمْ أُذَكِّرُكُمْ الله في أهل بيت صلى الله عليه وسلم وقال أيضًا للعباس رضي الله عن عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشف أي يعني يكره فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي رضي الله تعالى عنهم وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واستفى من بني إسماعيل كنانة واستفى من كنانة قريشا واستفى من قريش بني هاشم واستفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدق الذين تحرم عليهم الصدق وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس رضي الله عنهم وكلهم من بني هاشم ويلحق بهم بني المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام إنهم من المطلب لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما فأهل السنة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل رضي الله عنهم وغدير خم بضم الخاء قيل اسم الرجل قيل خم اسم الرجل صباغ يسبق الثياب وضيف إليه الغدير وهو الموضع الذي يجتمع فيه الماء الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة وقيل خم اسم غيظة هناك نسب إليها الغدير والغيظة الشجر الملتف وأما قوله عليه السلام لعمه رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله لأنهم آمنوا بالله أولا لأنهم من أوليائه وأهل طاعة الذين تجبوا محبتهم وموالاتهم فيه أي لله وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به من آمن بالرسول واتبعه لا علينا أن نحبه لله عز وجل ثم لقرابته قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة رضي الله عنهن خصوصا خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أم أكثر أولاده أكثر أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم عليه السلام فمن ماريا أم ولده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأول من آمن به خديجة رضي الله عنها وعاضده أي عاونه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية رضي الله عنها والصديقة عائشة أم المؤمنين من تصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد مرق اللحم يفت فيه الخبز وهو خير الطعام فعائشة رضي الله عنها فضلها على النساء مثل فضل الثريد على سائر الطعام أزواجه أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح فأولهن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت خويلد رضي الله عنها تزوجها بمكة قبل البئثة قبل أن يبعثه الله نبياً ورسولاً صلى الله عليه وسلم وكانت سنه خمساً وعشرين كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة رضي الله عنها عمره خمس وعشرين وكانت هي خديجة رضي الله عنها تكبره بخمسة عشر عاماً أنهي عمرها أربعين وهو خمس وعشرين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها وقد رُزِق منها بكل أولاده إلا إبراهيم عليه السلام فمن ماريا القبطية رضي الله عنها وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن به وقواه الاحتمال أعباء الرسالة وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين رضي الله عنها عن خمسٍ وستين سنة فتزوَّج بعدها سودى بنت زمعة أم المُمِنين رضي الله عنها وعقد على عائشة أم المُمِنين رضي الله عنها وكانت بنت ست سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنا بها وهي بنت تسعٍ رضي الله عنها ومن زوجاته أيضًا أم سلمة أم المُمِنين رضي الله عنها تزوَّجها بعد زوجها أبي سلم بعدما مات أبو سلمة رضي الله عنه وزينب بنت جحش أم المُمِنين رضي الله عنها تزوَّجها بعد تطليق زيد بن حارزة لها رضي الله عنه أو على الأصح زوَّجه الله إياها فلما قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا الله زوَّجَا زينب من النبي صلى الله عليه وسلم وجوَيْلِيَا منت الحارث أم المُمِنين رضي الله عنها وصفية منتُ حُيَّي أم المُمِنين رضي الله عنها وحفصة منتُ عُمَر رضي الله عنها وزينب منتُ خُزَيْمَة رضي الله عنها وكلُّهن أمهات المُؤمِنين رضي الله عنهن وهن أذواجُه صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأفضلُهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما ويتبرَّؤون أهل السنة ويتبرَّؤون من طريقة الروافض الذين يُبغِضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبُّونهم والأياذُ بالله وطريقة النواصِب أي ويتبرَّؤون من طريقة النواصِب الذين يؤذون أهل البيت بقولٍ أو عمل قال المُؤلِّق النواصِب هم الذين ناصَبوا العداوة لأهل البيت وطعنوا فيهم وكفَّرُوهم وهم ضُد الروافض والأياذُ بالله الروافض غلَوا فيهم والنواصِب أسبُوهم وأبغضوهم والأياذُ بالله وأهل السنة يتبرَّؤون من الروافض الذين غلَوا ومن النواصِب الذين جَفُوا ويمسِكُونَ أهلُ السنة عما شجرَ بين الصحابة رضي الله عنهم الفتن التي وقعت بين الصحابة أهلُ السنة يسكُتون ولا يقولون إلا خير ويقولون إن هذه الآثار المرويَّة في مساويهم أي في عيوبهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونُقص وغُيِّر عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون ولا نقول في الصحابة إلا خيرا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم مع ذلك أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يُجِب مغفرة ما يصدر منهم رضي الله عنهم إن صدر حتى إنه يُغفر لهم من السيئات ما لا يُغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحُ السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون الصحابة رضي الله عنهم خير القرون وأن المُدَّ من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم إذا تصدق الصحابة من مُد من حب وتصدق غيره بجبل أحد فمُد الصحابة أفضل من الذي تصدق بجبل أحد لإخلاصهم وإيمانهم ويقينهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غُفِر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحقُّ الناس بشفاعة يعني بعد إذن الله أو ابتُلي ببلاءٍ في الدنيا كُفِّر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المُحقَّقة فكيف الأمور التي كانوا فيها مُجتهِدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحد والخطأ مغفور رضي الله عنهم ثم إن القدر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليلٌ نزرٌ مغفورٌ في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنُصر والعلم النافع والعمل الصالح رضي الله تعالى عنهم ومن نظر في سيرة القوم والصحابة رضي الله عنهم يعبِ علمٍ وبصيرًا وما منَّ الله عليهم به من الفضائل علمَ يقيناً علمَ يقيناً وَبُغْدِ مَنْ عَدَاهُ من كِبَارِ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم وسبِّهم وتكفيرهم فأهل السنة يتبرؤون من الروافض وأول من سماهم بذلك أول من سماهم روافض زيد بن علي رحمه الله زيد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم زيد بن علي هو الذي سماهم روافض لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكرن عمر رضي الله عنهما ليُبايعوه أبا ذلك قالوا له نُبايعُك أن تكون أفضلنا ولكن بشرط أن تتبرأ من أبي بكرن عمر أعوذ بالله فقال رضي الله عنه هما وزيرا جد أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتبرأ منهم أبا ذلك فتفرقوا عنه فقال رفضتموني عند ذلك قال زيد بن علي رفضتموني فمن يومئذ قيل لهم رافضة وهم فرق كثيرة منهم الغالية ومنهم دون ذلك ويتبرأون كذلك أهل السنة يتبرأون كذلك من طريقة النواصف الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة ولم يعد لهؤلاء وجودنا الآن ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم لا يتكلمون في ذلك لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنهم وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم أهل السنة يمسكون عن ذلك ولا يتكلمون فيهم إلا بخير رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين ويرون أهل السنة أن الآثار المروية في مساويهم أي عيوبهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون وهم مع ذلك أهل السنة لا يدعون لهم العصمة من كبائل الذنوب من كبائل الذنوب وصغارها ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات وهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها ومد أحدهم أو نصيفة أفضل من جبل أحد ذهبا يتصدق به من بعدهم فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثير رضي الله عنهم يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يجب سخط الله عليه من الذنوب بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام فما غفر لأهل بدر رضي الله عنهم وأصحاب شجرة رضي الله عنهم أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله وهم أسعدوا الناس بشفاعته وأحقهم بها أو يبتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيه مغفور ثم إذا قيس هذا الذي أخطأ فيه إلى جانب ما لهم من محاس وفضائل لم يعدوا أن يكون قطرة في بحر رضي الله تعالى عنهم فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم فهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم رضي الله تعالى عنهم ومن تأمل كلام المؤلف الإمام من تيمية رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم عجب أشد العجب مما يرميه به الجهل المتعصبون أي يسبون الإمام من تيمية وادعاءهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم يعني ينكر ويغض من شأنهم ويخرق معهم إلى آخر ما قالوه من مذاعم مفتريات كل ذلك كذب وأما ابن تيمية فسمعتم كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات أي مما يخالف العادة في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات قال المعلق قوله أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات أي إن كرامات الأولياء تنقسم إلى قسمين الأولياء المؤمنون المتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات أي إن كرامات الأولياء تنقسم إلى قسمين علم وكشف قدرة وتأثير أما الأول فكأن يعلمه الله ويطلعه ويكشف له ما لا يكشف لغيره يقظة أو مناوا أنواع العلوم والمكاشفات فكأن يعلمه الله ويطلعه ويكشف له ما لا يكشف لغيره يقظة أو مناما كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة يا سارية الجبل عمر رضي الله عنه أرسل جيشاً للجهاد في سبيل الله فذهب للجهاد في سبيل الله وهم في أثناء المعركة في الجهاد في سبيل الله عمر يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا سارية الجبل سارية اسم القائد يعني أمره أن يأتي إلى جنب الجبل حتى لا يقدر الغدو أن يدخل عليه والله أسمع سارية صوت عمر فانتفع بذلك ومال إلى الجبل ونصره الله فهذا كرامة لله أكرم الله به عمر في الجهاد في سبيل الله أن أمر القائد بأن يميل إلى الجبل ليكون له سبباً للنصر يعني ألهمه الله ذلك هذا كراماً من الله لعمر رضي الله عنه كما وقع وأما الثاني الذي هو القدرة والتأثير فكأن تكون له قدرة وتأثير على الأشياء ليست لغيره يعني يعطيه الله قوة كما وقع لمريم عليه السلام وما حدث لأصحاب الكهب انظر مجموعة الفتاوى وهذا في حق الأولياء في حق أولياء لا الصالحين لد جاجل الكذابين قال وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقايع قديماً وحديثاً على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم عليه الصلاة والسلام والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دينيوي كما أعانى الله عمر فنادى قائد الجيش وأمره أن يأتي إلى جاني أن يميل إلى الجبل لنصر دين الله وكرمه الله بأن بلغ صوته إلى القائد لنصرة دين الله ويفرِّق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة أهمها أولاً أنها كالمعجزة تدلُّ أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئة وأنه فعال لما يريد وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننًا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم ومن ذلك قصة أصحاب الكهف وهم شباب آمنوا واعتذلوا المشركين والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدَّة الطويلة فأووا إلى الغار فأنامهم الله ثلاثمائة سنة وتسع سنين نائمون ثم بعد هذه المدَّة أيقظهم الله هذا من كرامة الله حفظ عليهم إيمانهم وحفظهم من أعدائهم والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدَّة الطويلة ثلاثمائة سنة وتسع سنين ما حفظه تعالى لأبدانهم من التحلُّل والفناء ومنها ما أكرم الله به مريم من تعمران عليهما السلام من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب تنظف بيت المقدس رضي الله عنها حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنا لك هذا قالت هو من عند الله أعانها الله لأنها مشغولة بتنظيف بيت المقدس وكذلك حملها بعيسى عليه السلام بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد تكلم عيسى وهو في المهد وغير ذلك كل هذا من كرامات الله تعالى في أمور الدين ثانياً أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء عليه الصلاة والسلام لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم بركة الله متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم ثالثاً أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا فإن المراد بالبشرى كل أمرٍ يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم ومن جملة ذلك الكرامات هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة والمشاهدة أكبر الدليل وأنكرت الفلاسفة قال المعلق الفلسفة اليونانية الفلسفة باليونانية محبة الحكمة والفيلسوف هو فيلا وسوفا وفيلا هو المحب وسوفا الحكمة أي هو محب الحكمة هذا معنى فيلسوف وفلاسفة العرب ممن اتبع فلاسفة اليونان في كفرهم وضلالهم كأرسطو طاليس هذا من الفلاسفة وهم كفار كأرسطو طاليس وأفلاطون وغيرهما ومن فلاسفة العرب ابن الرشد ومن سيناء والرازي الطبيب وغيرهم وهؤلاء لا يؤمنون بالأنبياء ومعجزاتهم ولا الأولياء وكراماتهم الفلاسفة كفار ضلال وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعر بدعوى التباسها بالمعجزة وهي دعوى باطلة لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة لكن يجب التنبه لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجل والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية فيجب أن نحذر هؤلاء الدجالين كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب هؤلاء الدجالون سحرة يدعون الكرامات وهم سحرة دجالون فيجب أن نحذرهم ولا ننخذع منهم وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب كل ذلك سحر وكذب يسحرون أعين الناس ويضربون الهواء ويظنون الناس أنهم يضربون أنفسهم وهم لا يضربون أنفسهم الثعابين لعل الشيطان يتصور في ذعبان إخوه يدلون على الناس فيجب أن نحذر حال الدجالين الضالين إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق وهؤلاء الدجالون أولياء الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا ننخدأ بهؤلاء الدجالين الذين يدعون أنهم متصوفا ويسحرون أعين الناس فصل ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعض من بعض تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار إسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزينون من الوزن بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أي اعتقادية أو ظاهرة مما له تعلق بالدين إذا وافق الكتاب السنة قبلناه وإلا رددناه والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها وصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدي وطريقة لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرُّق والانتشار وظهور البدعة والمقالات وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيًا كان قائله وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف وبين من يخبط خبط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غثٍ وسمين وصحيحٍ وسقيم وأهل السنة يتمسكون بالكتاب والسنة والإجماع من فالقول الذي يوافقها يقبلوه والذي يخالفها يردوه فصلٌ ثم هم أهل السنة والجماع مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريع ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه البناتوى فجاراً وشبك بين أصابعه